صباح الخير صباح النور مدام أستاذ حفيز دراجي يسعد أوقاتك يا مرحبا أهلا بك معك أنا سيدي سناء من القصر الجمهوري في دمشق أنقل لك تحية خاصة لحضرتك ولمواقفك الله يسعدك الله يحفظك هذا واجه يا سيدي ونتمنى أن لا تكترس لمن لهم أبواق وخربوا البلاد يعني هذا يعني أنا كلفت أنقل تحيات كل القصر الجمهوري على رأسهم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسق الله يحفظك حفظه الله سلمي عليه كثيرا والله معكم نحن نريد أن نقول لك شيء أستاذ حفيز أنت علم يعني كبير ومعروف مواقفك الجيدة والقوية الله يحفظك نتمنى أن لا يعني يرجعك أحد عن هذا القوة في الدفاع عن الأوطان العربية التي دمرها هذا ما يسمى الربيع أبدا 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 سيبتي أبدا سيبتي أبدا هذا ليس ربيع لكن هذا خراب لا بطلق هذا خراب البلاد يا أستاذ حفيز خراب للبلاد خراب للديار ماذا فعلوا فعلوا خربوا البلاد باسم الحريات والديمقراطيات وهذا المدعو فيصل القاسم باع وطنه أول من باع وطنه أول شخص وكان سعيد فخور بتهديم بلد وكان سعيد فخور كل مرة يموتوا كل مرة يتهدم سوريا كل مكان سعيدا ومنتشيا وكأنه مشارسين دعم هؤلاء الأشخاص ينكرون فضل البلاد عليهم درسة وتعلم وترعرع في هذه البلاد والمال والشهرة سبحان الله أنت لا ينقصك لا مال ولا شهرة ولكن مواقفك الثابتة أستاذ حفيز هذا يعني يدل على النبت الطيبة ونحن طبعا علاقتنا علاقة السيد الرئيس مع الجزائر علاقة قوية ولا يدمرها أحد أستاذ متى ستكون لك زيارة إلى دمشق والله يسعدني يا مدام والله يسعدني هذا رقمي نقافي تواصل في أول ناس سنوجه لك دعوة رسمية بإذن الله باسم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الباقي رغم أنوفهم الباقي وسنراه قريبا في الجزائر نعم نعم سيزور الجزائر مرفوع الرأس مرفوع الرأس ساعتها خلينا نشوف الدكتور فيصل القاسم ما يسمي نفسه دكتور فيصل القاسم ماذا سيفعل ماذا سيكتب هل إذا وجهنا لك أستاذ حفيز دعوة هل ستكون ملبي لهذه الدعوة؟ يسعدني 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 ولن تكترس لما سيكتبه فيصل القاسم؟ والله لا يحل شعر مني يا سيدتي والله لا يحل شعر مني لك كل الاحترام والتقدير أستاذ حفيز صدقني صدقني أريد أن أقول لك شيء هام البارحة كنا مجتمعين بالسيد الرئيس الدكتور المتواضع الدكتور بشار الأسد وزوجته الرائعة قالوا كلام عنك أنا أنقوله لك باسم الدكتور بشار أنك أعلم من أعلام الرياضة الكبير اسمك لامع لا يحفظك والرجل العربي الأصيل لا يحفظك لا يحفظك لا يحفظك لا يحفظك الأقل منه يجب فيه يسألني لهم كثيرا والله نعاكم إن شاء الله نشوف سيد الرئيس الجزائي إن شاء الله إن شاء الله لا أعرف هناك يقولون أنك كتبت تغريدة أخرى تعتذر منها من الشعب هم اعتقدوا أنك أبدا ليس صحيح لا تعتقد أرديت وقلت لأنه أنا لا أقصد الشعب السوري الشعب السوري على العين والناس لا فسروها فسروها أنك اعتذرت من ما يسموا أعداء الوطن يعني هكذا فسرت هو في السله هو في السله وأبواكه هو موجودة التغريدة واللغة العربية السليمة وما فيهاش ولا هو حب يعمل لي مشكل مع الشعب السوري وكأنه أنا لسه مما سبيته سبيت الشعب السوري أنا لم أسبي شعب السوري شعب السوري حر نعم يعني لازلت على تغريبتك الأولى أنه ما ندمروا البلاد أنت تقصد ما ندمروا البلاد خرجوا ثورات ودمروا البلاد لكي يسقطوا رئيس جمهورية منتخب منتخب بشكل ديمقراطي طبعا سيدتي طبعا سيدتي أبوا يعمل لي مشكل مع الشعب السوري أبوا يعمل لي مشكل وكو وثلتني ردود من سوريين محترمين هنا وحتى من سوريا يعني حتى موجودين معي زملاء قلت لهم أنا ربيت على هذا ما يسمى الدكتور أنا أجد خلني في الشعب السوري نهاجموا بذلك الشكل هو اللي خان وطنه هو اللي دمر وطنه وفاري حالي تدمير وطنه وفاري حالي تدمير وطنه أنا لم أقصد شيء في سوريا لا لا وحرد أيضا يعني وحرد على الدكتور بشار وعلى سوريا سوريا العظيمة اللي كانت لا ينقصها شيء لا ينقصها شيء دمروا البلاد يا دكتور يا أستاذ دمروا البلاد أنا لم أغير موقفي ومستعد لكي أجدده غدا وبعد غدا وبعد غدا أبدا أبدا لا فسرت الشعب السوري الشعب السوري ليس فيه فقط معارضين شعب السوري في الجزائري فيه معارضين فيه المؤيدين ونحترم كل الناس وهذا هو المجتمع الصحيح يعني اللي فيه 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 حيوية وفيه رأي ورأي آخر وفيه احترام للبلد وفيه وفيه من محافظة عليه حتى ولو اختلفت أنا وانتي لكننا نختلف على وطننا لا نهتم وطننا نعم هناك العديد في سوريا أستاذ حفيز هناك العديد من السوريين مقيمين في سوريا يعارضون ويتكلمون ولا أحد يفعل لهم شيء وهذا من حقهم هذا من حقهم سيدتي من حقهم وهذا من حقهم وهم أحرار في ذلك أنا لا شأني ليبي أنا رديت على السيد الذي انتقدني وانتقد بلدي رديت عليه كشخص صورت فقط بأنه شعب السوري علينا ورأسنا عمري ولا تهكن هذا الشعب السوري هم اعتبروا تغريد أستاذ حفيز اعتبروا التغريد الثاني هي اعتذار من السوار أو ما يسمون المعارضة أبدا سيدتي أبدا سيدتي هذا ما عاهدناك هذا ما عاهدناك فيه يا أستاذ حفيز دراجي الرائع اللي قريبا سنقلب تغريدتي واضحة تغريدتي واضحة ومكتوبة باللغة العربية واللي عنده نواية صادقة افهمها كما هي أما اللي عنده نواية خبيثة فايفهمها كما يريد بس نعم نعم صحيح صحيح لك كل التحية والتقدير ولك السلام خاص ومرت أن قله لك من الدكتور بشار الأسد وحرمه اللي ميلي عليه كثيراً وقلي له لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر هذا أقل لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر الدولة فقط نعم متى سنرى السيد الرئيس في الشزائر متى تتوقع والله بإذن الله سيحضر بإذن الله أنا مطلعي عن التمقايات بإذن الله سيحضر هل هناك ترتيبات برأيك هذا الأمر من الجزائر؟ هل تستطيع جزائر أن تتحمل هذه النتيجة برأيك؟ طبعاً مع جزائر سيدتي لا تخاف لو أن تلائم وبعدين ومعرفين بمعاقفنا حد ولو كانت معاقفنا في بعض الأحيان لا تعجب البعض لكن معاقفنا سادسة من قضايا أمتنا وحنا مع عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية وعودتها رح يخليها أيضاً تتعبر عن وجهة نظرها وتكون جزء من هذه المنظومة العربية مثل ما كانت من زمان وعادي جداً فرض من العائلة يرجع لعائلته نحن نرى الآن الكثير يعود لمصالحة الدولة السورية وليس نظام هو دولة قائمة بحد ذاتها رغم التآمر عليها رغم التآمر عليها هو فقط بداية المشكلة كانت بينك وبين ما يسمى فيصل القاسم كانت بسبب فلسطين أعتقد صح؟ نعم الأصل هي قرية الفلسطينية الأصل هو قرية الفلسطينية وبعدين هو أنا عارضة نظام المغربي والمخزن كما نسمى وتتعرفي متاعدنا ومشاكلنا مع نظام المغربي وشفتي أيضاً الحراكة اللي صرع بيني وبين نظام المخزن مثل ما يسمى منذ سنة تقريباً في رسائل التواصل الاجتماعي ونكتهكم كبير علي وعلى بلدي وهو جزء وأنا أعتبره جزء من هذا النظام المغربي الذي نماسك عليها أشياء ربما وصار حتى يتكلم مغربي حتى في تغريداته الآن ينشر تغريدات بلهجة مغربية تقصد فيصل القاسم نعم يكتب تغريدات باللهجة الدرجة باللهجة الدرجة المغربية نعم ولا يفهمها أي سوري ولا يفهمها أي سوري أعتقد منذ قليل كتب تغريدة أنا لم أفهمها ماذا يقصد فيها لم أفهمها ليست تغريدة على الفيسبوك على الفيسبوك كتب لا أعرف ليس عندي هاتف آخر لكي أنظر إليها ولكن لم أفهمها يعني هل هي باللهجة الجزائرية هي باللهجة المغربية ماذا يقصد فيها ماذا يقصد فيها والله سامحيني سامحيني نعود نطلع عليها في تلفون آخر وممكن ماذا يقصد بها سامحيني بس دقيقة لا تفضل أنا معك أنا معك شك اللي فيه الفيز كيقفل ماذا يقول اللي فيه الفيز كيقفل هو معنى ما معنى ما معنى ما معنى معنى يرد بلسان المغاربة كون أنها فيها مشاكل بين المغرب والجزائر طبعا والآن المغاربة دعمينه كلهم ضدي طبعا فيه السب وشتم كبير جدا من طرف المغاربة كلهم يدعموها طبعا لأنه حصب أيهم قد تنصلني أو حجمني أو حطني في موقع محرج لكن أنا لا يحلني هذا الأمر تمامه صدقيني بأنه حتى تغريتي أبدا لم تكن اعتدار لأنه حتى تكتب اعتدار اعتدار واضح هم تفاعلوا معها على أساس أنك تراجعت عن كلامك وأنك تعتذر من ما يسموا نفسهم المعارضة أو الثوار اللي هم ضد النظام أو ضد الدولة أبدا يا سيدة تمعيني 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 أنا عدم موقف فيه لن يتغير أعلم ذلك لذلك أنا أمرت وكلفت من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في أن تحدث معك وأشكرك بشكل مباشر بلسان الدكتور بشار وقال لي حرفيا أنت العربي الأصيل سيصل حتما وسأبلغ تحياتك وسلامك واستعدادك في الأيام القادمة لطلب دعوتك بشكل رسمي إلى سوريا ونحن لا نخاف من أحد أبدا أبدا سيدتي أبدا الله يحفظك الله يحفظك ويومك جميع إن شاء الله أشكرك جزيل الشكر أشكرك أستاذ حفيز دراجي أشكرك جزيل الشكر دعني أقول لك شيء مهام أيضا أستاذ حفيز أنت علم ولا يهمك نباح الكلاب لا يهمك نباح الكلاب دعني أقول لك شيء أيضا هام جدا أستاذ حفيز دراجي أستاذ حفيز دراجي للأسف أنت خسرت نفسك وربحت الوقوف مع الدكتاتوريين أنا ميسون برأدار وهذا اعتراف منك بأنك عميل لنظام قتل شعب وشرد شعب وهجر شعب يعني فعلا خسارة كبيرة أنه إنسان مثلك متمكن بالحياة أن يكون مع أنظمة دكتاتورية قاتلة مجرمة وأنا أتشرف بالدكتور فيصل القاسم وأمثاله وهو تاج فوق رؤوسنا نحن الأحرار بس هذا الشيء حبيت وصل لك يا أنه سهل جدا أن الواحد يضحك عليكم كتير سهل لأنه أنت من بره الله الله ومن قوة يعلم الله تعرفوا المثل هادية أستاذ حفيز سكر سكر أستاذ حفيز دراجي بعد ما أكل الصاروخ الأرض جوي كان معكم حفيز دراجي وميسون برأدار وعاشت سوريا ترجمة نانسي قنقر